واين روني أحد أساطير الكرة الإنجليزية والأوروبية يمر بظروف صعبة في الفترة الحالية بعد أن بات غير مرغوب به سواء في ناديه منشستر يونيتد أو المنتخب الإنجليزي وهو ما يدفعه للتفكير في مغادرة أوروبا كلها واللعب لأحد أنديات الصين في الموسم المقبل أو باتخاذ قرار باعتزال اللعبة يبدو أن الكرة الإنجليزية ستكون على موعد مع تخطي مرحلة واين روني هذا النجم الذي يواجه أزمة الاستبعاد المستمر من تشكيلة فريقه منشستر يونيتد منذ قدوم البرتغالي جوزي مورينو بات مهيأ لخروج نهائي من الحسابات الفنية لمنتخب الأسود الثلاثة في الفترة القادمة جاء ذلك بعد أن أعلن جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي استبعاد قائد الشياطين الحمر من قائمة اللاعبين التي ستواجه ألمانيا وديا اليوم الأربعاء في مدينة دورتموند استعدادا لمواجهة لتوانيا الأحد المقبل على ملعب ويمبلي في لندن ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا ولم يتخلى ساوثجيت عن روني مباشرة بعد تسلمه منصبه بالوكالة خلفا لسام ألاردايس في سبتمبر الماضي لكن روني قدم نفسه بأسوأ طريقة فقائد لمنتخب يبحث عن تكوين صورة جميلة ولم يحافظ الذي لم يعد أساسيا في تشكيلة مورينيو على صورته كما هي من خلال ظهوره في حالة سكر خلال حفل زواد في فندق المنتخب قبيل المباراة الودية مع أسبانيا في نوفمبر الماضي وإذا لم يأخذ ساوثجيت هذا الحادث كذريعة فإنه ترك لأرض الملعب أن تتكلم عن قائد المنتخب حينها وبعد خروج روني من قائمة منتخب الأسود الثلاثة علق ساوثجيت قائلا أنه لا يمكنه الاعتماد على القدماء كسترة نجاه وإنما سيركز على تجهيز اللاعبين الشباب لخوض مباريات ذات ضغوط عالية مشيرا إلى أنه سيقوم بعملية تناوب في منح شارة القائد وأضاف أنه في المبارتين الأخيرتين أسند دور روني إلى ديلي آلي وآدم لالانا لاعب توتنهام وليفربول وحقق نجاحا كبيرا وهناك لاعبون جيدون جدا ومعركة من أجل الالتحاق بالمنتخب وروني يفهم ذلك اشتركوا في القناة